اشتركوا في القناة في شهر واحد إلى ستة أشهر وغرم أحد الزوجين الذي يقوم بتبديد أو تفويت أمواله بسؤنية ويقصد به الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفق أو السكن وبالمستحقات المترطبة على إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات المدى صاريح لأول مرة تنطرحها حصريا أمام قنطار المدى صاريح المدى 526 وبالتالي أي فعل بالتبديد للأموال أو بأنه هذا الزوج تقوم في أعمال معينة بالإضرار بزوجته وأبنائه والتحايل على مقتضيات المدونة للأسرة بما فيه النفق أو السكن أو المستحقات أو اقتصام الممتلكات فهو يعاقب من شهر واحد إلى ستة أشهر طبق المقصد المدى 526 وهذا الشيء ده بحاليا هو صورة طبق الأصل لما يقوم به الزوج في مواجهة زوجته كل شيء في أطار المدى 526 هنتم تشوفوا بقدامكم وبعينكم يوم بعد يوم تحايل يوم بعد يوم مناورات يوم بعد يوم تقدم بدعا وكيدية الهدف ديرها الإضرار بالزوجة والأبناء وكذلك عدم منح الحق مشروع المرطة والولادة فهذا الشيء مصطر طبق المقصد المدى 526 طبيعة الحال طبيعة الحال تدبير الحقوق المكتسبة بين الزوجين سواء أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية وتتخضع النظام أو القواعد العامة للإثبات عندك الإثبات ديكت بينه قدام القضاء أنا مول القانات أنا اللي فعلت واني تركت واني اللي تعدبت وذلك الساعة المحكامة تتقرر إما تدير خيبرة إما شهود إما أبحاث في آخر المعطات يعني ما تضعش واحد الحق وراءه طالب قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر